موسيقى موجزاً لأهم الأنباء أهلاً بكم أجرى نايب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الحديدة الدكتور حسين علي طاهر لمتابعة سير العمليات العسكرية بالمحافظة والانتصارات الكبيرة التي يحرزها الأبطال بدعم الأشقاء في التحالف ونقل نايب الرئيس خلال الاتصال تحيات وتهاني فحمة الرئيس المشير الركن عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهاته بمضاعفة الجهود والإقاطة المستمرة والعمل لاستكمال تنفيذ المهام العسكرية وحيا نايب الرئيس جميع الوحدات القتالية المشاركة في عملية الحديدة مشهداً بما أحرزه المقاتلين الأبطال من إنجازات ميدانية كبيرة وما يسطرونه من ملاحم خالدة لن ينساها اليمنيون استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في مدينة عدن العاصم المؤقتة وفد برنامج الغذاء العالمين بحث الأوضاع الإنسانية وانشطته الإغاثية التي يقدمها لليمنين المتضرين جراء الحرب التي تشنها الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران وعبر رئيس الوزراء عن شكره للبرنامج في استجابته السريعة لمساعدة المتضرين في المهرة شرقية البلاد إثر العاصفة المدارية لوبانة التي ضربت أجزاء كبيرة من المحافظة وخلفت خسيرا كبيرة الشهر الماضي وقال إن دعم البرنامج الغذاء العالمي لليمن هو دعم حقيقي والملموس يساعد الدولة على الصمود في توفير احتياجات الشريحة الأكثر تضررا من السكان والتي تقدر بنحو ثمانية مليون يمني حتى تستعيد البلاد عفيتها واصفان الوضع الحالي بالصعب والحرج جراء ما خلفت الحرب المستمرة منذ أربعة عوام من صراع كبير على جميع المستويات أشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في العديد من الجبهات وخاصة في الساحل الغربي ومديرية ديمت في محافظة الضالع والمضي في استكمال تحرير بقية المحافظات المحررة من قفضة الميليشيات الحوثية جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني وقائد المنطقة العسكرية الرابع اللواء فضل حسن بالعاصمة المؤقتة عدن واستمع رئيس مجلس الوزراء من نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الرابع إلى خارطة استكمال تحرير الأجزاء المتبقية من محافظة الحديدة ومديريتين ديمت وجبن في محافظة الضالع بعد تطهير مريس بالكامل منوهين إلى سير المعارك في الساحل الغربي وأن ميليشيا الحوثي في أضع في حالتها جرات كبودهم خزائر جسيمة في العتادي والأرواح المتواصلة وفرر مجاميع كبيرة من جبهات القتال أفادت المصادر العسكرية الميدانية أن قوات الجيش والمقاومة اقتربت من ميناء الحديدة وسيطرت على أطرافه ونشر المركز العالمي لقوات العمالقة صوراً للقوات في محيط ميناء الحديدة وقال مصدر العسكري أن القوات تستعد لاقتحام الميناء والسيطرة عليه كما فدت المصادر أن ألوية العمالقة تمكنت من تطبيق الجهات الغربية والجنوبية والاقتراب من البوابة الرئيسية الشرقية للجامعة وتمشيط واسع لجيوب الميليشيات على خط الكورنيش غربي مدينة الحديدة وشر مزرع عسكري لأن قوات الجيش بدعم التحالف تخضو حرب شوارع بالمدينة وتواصل نزع شبكات الغنبة قتل ما يقارب عشرين من عناصر ميليشيات الحوثي وجرح آخرين في مواجهة عنيفة مع قوات الجيش الوطني في جبهة ديمت شمال الضالع وقالت المصادر الميدانية أن عدد من مسلحي الحوثي لقوا مصرعهم خلال تصدي قوات الجيش الوطني لهجوم لهم على منطقة بيت اليزيدي ومواجهات في منطقة الحقب جنوب ديمت وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني أسرت ثمانية من مسلحي الحوثي بينهم قياديين وقال مزرع عسكري في اللواء الرابع احتياطا من بين الأسرى قيادي حوثي يدعى عبدالواحد الرعي حدود بدعم وإسناد من التحالف العربي لدعم شرعية من تحرير سلسلة جبال الأزهور بمديرية رازح بصعدة حيث تمكن أبطال اللواء بقيادة العميد صالح المجيدي من دحل ميليشيا الحوثي الإجرامية من مناطق مثلث شعيب قلت فراس ووادي عزان الحنكة وكفت معتق غريب الثاهر وتمكنت بسط سيطراتها الكاملة على مساحة تقدر بخمسة كيلو مترا وأكد مزرع عسكري أن عناصر ميليشيا الحوثي لذت بالفرار على واقع ضربات أبطال الجيش وفي اللواء السادس مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحة وخسائر فادحة في عتادها الحربي الجدير بالذكر أنه بسيطرة الجيش الوطني على سلسلة جبال الأزهور تصبح مديرية رازح تحت السيطرة النارية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتهى الموجز مشاهدنا الكرام في أمان الله اشتركوا في القناة